أهلا بكم من جديد الحقيقة اللي بيتابع جلسات الحوار الوطني حيلاقي ان فيه تفاعل كبير مع الأفكار اللي بيتم طرحها في كل الملفات خصوصا ان فعلا الحوار الوطني قدر ان هو يلاقي مساحات مشتركة او ان هو مش بس يلاقي ان هو يوجد اصلا مساحات مشتركة علشان نقدر نوصل لتوافق حوالين العديد من قضايا المستفى في مواضيع كثير صحيح وباعتقادي ان هو فرصة مهمة جدا فرصة مهمة جدا ان القادة السياسية عندها جسر ناية تتحدث فيه للشارع المصري وصولا بالشخصيات العامة الأحزاب الكائنات السياسية القوى الحزبية النقابات فكل ده لما يبقى في قناة كده ممتدة حنلاقي ان الهدف الحقيقي لها هو ترتيب الأولويات احنا في مصر محتاجين نعمل ايه نرتب أولوياتنا ازاي ايه هي القضايا اللي بتهم المواطن بشكل مباشر نخدمها ازاي نلاقي حلول ازاي لو بصنا جوا الحوار الوطني هنلاقي ان فيه تمثيل لمختلف القوى السياسية مختلف القوى النقابية مختلف فئات المجتمع الاهلي والمدني الشخصيات العامة الخبراء كل ده عشان زي ما قلنا لهدف واحد وهو الوصول لمخرجات جدية أولويات حقيقية تخدم الوطن وتخدم المواطن النهاردة معنا احد احد المشاركات في جلسات الحوار معنا الاستاذة ايمان طلعت عضو تنسئية شباب الأحزاب والسياسين اللي كان لها عدد من المشاركات داخل لجان الحوار الوطني تعرف منها على أهم وأبرز القضايا اللي تم مشاركتها في الحوار وأيضا أبرز المستجدات الخاصة بكل الجلسات شو زي ما نحن وسهلا بك نواتين السلام بحضراتكم وصبع الخير على كل أستاذ المشاهدين سواح الفلاليكي خلينا نبتدي كده بداية أبرز الأضايا اللي تم طرحها في مائدة الحوار في مائدة الحوار الوطني احنا شغالين على ثلاث محاور كل أسبوع يوم الحد بيبقى فيه محور سياسي السلساء محور اقتصادي والخميس بيبقى محور اجتماعي كل محور بيبقى فيه مجموعة من الموضوعات على سبيل المثال من القضايا اللي تم مناقشتها في المحور السياسي قانون المجالس النيابية قانون الأحزاب السياسية قانون المجالس الشعبية المحلية في الجانب الاقتصادي الاستثمار والصناعة في الجانب المجتمعي كان الأسبوع اللي فات شرفت بأن أنا شاركت في جلسة الوصاية على المال وزملاء في جلسة الهواء الوطنية استمرارا إن شاء الله بإذن الله في مشاركات دائمة من أعضاء تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الحوار الوطني فيه بإذن الله في كل الجلسات ويمكن حاب أقول أنه فيه فرصة كبيرة قوي لكافة أطياف الشعب المصري في الحوار الوطني لأنه زي ما الأستاذ مصطفى قاله من شوية فكرة أنه عبارة عن قناة تواصل ما بين القيادة السياسية وكافة الأحزاب المختلفة والطيارات المختلفة كمان هو قناة تواصل ما بين القيادة السياسية وما بين الشرع المصري وكافة المواطنين علشان نقدر نشوف كافة القضايا اللي بتتعلق بالمجتمع المصري ويتم مناقشتها بكافة الأراء برضو الموجودة والطيارات السياسية بحيث أن يتم وضع الحلول ويترفع لفخامة الرئيس في نهاية الحوار الوطني وتصدر لي توصيات يعني سيادته توصله التوصيات علشان تصدر من معلي فكرة أن ممكن يتم التنفيذ لهذه الأليات هل تحول إلى قوانين تشريعية أو أن هي تبقى إدراءات تنفيذية علشان نبقى شايفين على طول النتائج على الأرض بالضبط فهي فرصة عظيمة جدا ونموذج أعتقد أنه هو نموذج متفرد في العالم كله فكرة أن كل الأطياف السياسية وفكرة أن كل الطيارات والتوجهات والمواطنين يكونوا موجودين طب فكرة ترتيب الأولويات شفتيها إزاي بين قدامك في جلسات الحوار الوطني نحن بنقول أن الحوار الوطني حيرتب أولويات أجندة الدولة المصري انعكاس ده إزاي شفتيه إزاي جوه هذه الجلسات أنا شفت من البداية فكرة أن كل الأضايا المتعلقة بالمواطن المصري هي أولوية للحوار الوطني سواء في الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب المجتمع وده وضح خالص لإني في عندنا رؤى مختلفة لكل طيار موجود أو كل الفئة الموجودة سواء كان المجتمع الناس اللي هي جاي من المجتمع المدني بتحت المجتمع المدني أو المواطنين بصفة عامة أو الأحزاب السياسية أو مشاركة مثلا القوى المدنية كل الناس بتدي أراءها طبقا لأولويات اللي مطروحة أمامها لأن احنا عندنا جدول بيبقى في مشاركات على حسب الموضوعات اللي هي موجودة على سبيل المثال يعني الأولويات بالنسبة لنا كإيمان كانت فيه أن أنا عندي رؤية لقانون الوصاية الوصاية على المال تحديدة لأن احنا في تنسيقات شباب الحزاب السياسية اشتغلنا على قانون الوصاية من قبل فكرة الميديا بمعنى طبعا احنا شفنا مسلسل تحت الوصاية في رمضان ويمكن ده قد زخم لفكرة الوصاية على المال لأنه طبعا الدراما ليها دور مؤثر جدا في الشارع المصري والقضايا وده يمكن شوفنا من الزمان في أريدو حلال بالضبط فيمكن ده حصل من زمان فكرة أريدو حلال لما حصل قانون الخار فلما حصل فكرة تحت الوصاية ونزل المسلسل احنا أصلا شغالين بقالنا سنة قبل المسلسل على قانون الوصاية على المال لأن احنا جوة تنسيقية عندنا زوجيات شهدة وعندنا متضررين من فكرة الوصاية على المال فكان عندنا دراسات وإعداد وورش عمل وحوارات مجتمعية على فكرة قانون الوصاية على المال وأهم الإشكاليات الموجودة فيه لأن حصل قياس أثر تشريعي للقانون فاتضحت بعض الإشكاليات على سبيل المثال وليس الحاصل في الجانب الإجرائي يعني مثلا البطء في الإجراءات التنفيذية اللي موجودة في المحاكم المختصة بالولاية على المال يعني مثلا لما بيجي الولي أين مكان بيروح يقدم اللي هو الطلب بصرف مبلغ من المال الموضوع ده بيتقدم بطلب وبعدين يتم تحديد جلسة وبعدين يتم صرف المبلغ فاحنا بنقول أن الدولة متجهة للتحول الرقمي وفعلا إحنا عندنا سياسة الدولة رقمنا فاحنا ليه ما نستخدمش الرقمنا دي ويبقى كل الطلبات اللي بتقدم فيه موضوع الوصاية على المال من خلال مثلا أبليكيشن ويبقى فكرة الرد من خلال 24 ساعة لـ 48 ساعة وده استكمال اللي بدأته وزارة العدل يعني فيه تمام محافظات فعلا موجود فيهم بداية استخدام الرقمي فيه النيابات المختصة على المال بس احنا بنطالب باستكمال ده على مستوى الجمهورية كمان إن فيه من ضمن الإشكاليات اللي احنا شفناها في الإجراءات التنفيذية إن احنا ما عندناش مبلغ مخصص يقدر الولي يصرف منه في الحالات الحالية على سبيل المثال احنا عشان الولي أو الواصي على المال يقدر يتصرف في أي مبلغ المفروض لازم يرجع للنيابة المختصة فلقدر الله لو حصل ظرف حارج يعني إجراء عملية جراحية حارجة محتاجين نعملة مثلا بالليل مفيش السكن لقدر الله قامت حريقة فيه سكن اللي موجود فيه القاصر فمحتاجين وجود سكن بديل للتأمين لحياة القاصر ففي الحالة دي أنا ما عنديش مبلغ ميلي مخصص لهذا الموضوع إن أنا أصرفه سريعا علشان أحل هذه الآزمة وفي نفس التوقيت أنا بقدم بيه البيان والإصال ده خلال تلاتين حفظنا على حقوق الطفل بالضبط كمان عندي إحنا كتنسيقات شباب الأحزاب والسلسيين قدمنا مشروع لمقترح لتعديل قانون الوصي على المال وده تقدم من خلال الزميلة النائبة إيمان الألفي فكرة تعديل القانون إحنا لما نبص على قانون موجود من أكثر من 70 سنة أكيد مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي هي موجودة حاليا مش هيبقى مواكت يعني 70 سنة للمتغيرات الاقتصادية وحالة تضاهم اللي موجودة أكيد هتتغير فإحنا دايما مصلحاتنا أو فلسفة تعديل القانون بالنسبة لنا هي مراعاة حقوق القاصر فأنا الولي نفسه ملهوش حق أنه هو يقدر يستثمر في أموال القاصر فكان من ضمن التعديلات اللي توضعت في القانون وتقدمت لمجلس النواب عندنا نطالب بأن يكون فيه استثمار في أموال القاصر بس من خلال شهادات بنكية صدره من البنك المركزي الواصي يستطيع أنه هو يقدم على الشهادات البنكية لكن لا يستطيع الواصي على المال صرف العائد الخاص بهذه الشهايد إلا بالرجوع لنابة المختصة ولا يستطيع حل هذه الشهايد برضو إلا بالرجوع لنابة المختصة يعني من خلال الحوار الوطني أو طرح الملف ده على مائدة الحوار الوطني تم اكتشاف تغيرات موجودة في القانون كان صعب التعامل معاها في الوقت ده بالضبط يعني فيه مشكلة مثلا كانت حصلت جدلية أثناء الجلسة كانت فكرة انتقال الوصاية على المال أو الولاية على المال من بعد وفاة الأب إلى الجد مباشرة وكان في النهاية بعد الحديث يعني حصل توصية أن فكرة انتقال الوصاية من الأب إلى الجد بعد الوفاية هي مسألة اجتهادية ويجوز تغييرها على حسب الظروف التي طلبها المجتمع لأن احنا دايما في جمهورية مصر العربية بنخضع للدستور المصري والدستور المصري في المادة 2 بنص على أن كل القوانين مصدرها التشريع اللي هو القرآن الكريم والنبوي فلما يكون عندي أنا المصدر للتشريع ما فيهوش أدلة سبوتية على هذا الأمر فإذا يجوز فيه الاجتهاد تبقى للظروف فدي مثلا حاجة من الحاجات اللي حصل فيها حوار كبير داخل الجلسة وفي النهاية كانت التوصية اللي خرجت من الجلسة فكرة أني نقل الوصاية من الأب إلى الجد هي مسألة اجتهادية ويجوز تغييرها إذا ونتطلب الظروف المجتمعية زيلك فدي كانت من الحاجات المهمة كمان فكرة أني ما فيهوش ربط للوصاية المالية مع الوصاية الطفلة قاعد مع مين من اللي بي ربي لا إحنا بنقول الوصاية الحاضن بيختلف عن فكرة الوصاية عن المال لا ما فيش فإحنا بنقول أن الأم مثلا يعني دائما بتبقى الأم هي الحاضن للأطفال بعد وفاة الأب فإحنا كنا بنقول ببساطة جدا إذا كان الأم مؤمنة على نفس الأطفال اللي هم القصر لأن هي أولى حد وأعلم حد باحتياجاتهم فهل يعني إذا كنا أمننا على النفس فلن نؤمن على المال هذا اللي مكان فيه طبيعي الربط ما بين الضبط فإحنا ده كان من ضمن برضو الكلام اللي كان موجود داخل الجلسة كان من ضمن برضو الحاجات اللي قدمناها في مشروع القانون فكرة السن المفروض أن السن القاصر أو يتم تسليم المال لي بعد بلوغه سن 21 سنة إحنا دلوقتي بنقول أن الطفل في القانون المصري عمره غاية 18 سنة فلما أنا بقدر أدي رخصة قياد وبيقدر يشتغل وكمان يقدر يتجوز طبقا للقانون فإزاي أنا أقول له مثلا أن أنت تزوج وخد المصروف أو المال من الواصل عليك فكان فيه عندنا في المقترح تعديل السن اللي بيستلم فيه القاصر اللي هو سن الرشد من 21 إلى 18 عام لأن إحنا سمحله بكل حاجة كان برضو من ضمن الحاجات إحنا بنقول مش عايزين فكرة اللي هي نقل الولاية للمال للمرأة فقط لا إحنا بنقول إحنا بنشدد إحنا كان عندنا في أو موجود في القانون اللي هو الحالي إن حالة التبديد الغرامة والحبس يعني الحبس لا يزيد عن سنة والغرامة مبلغها مناسب للفترة اللي صدر فيها القانون فإحنا بنقول لا إحنا عايزين نقول إن لو حصل تبديد لأموال القاصر لا إحنا بنشدد الغرامة بنوصلها حد أدنى 10.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه وبدل ما كانت لا تزيد عن سنة قلنا لا تزيد عن سنة سنوات ده كله ضمانا لمصلحة القاصر لأن إحنا بنقول إن إحنا الإستغرات اللي موجودة في القانون أو الإشكاليات اللي إحنا شوفناها بتزيد اليتيم ويوتن فكرة إن على سبيل المثال في رسوم مدرسية في حاجات إحنا متعودانها صرف يومي للأطفال في أنشطة رياضية في عندنا فوارة اجتماعية وبناءً عليه كل هذه الحاجات تم سياغتها وستقدم لحقاً لإعداد مشروع قانون لهذا الأمر إحنا قدمنا مشروع القانون كتنسيقات شباب الحزاب والسياسين في البرلمان وكمان طلعنا بمجموعة من قدمنا مجموعة كبيرة من التوصيات الإجرائية داخل جلسة الحوار الوطني عن الوطنة يعني الحاجات دي ستتحط زي ما بيقولوا يعني داخل هذا القانون في البرلمان ولا بعد خروجه من البرلمان كافة الموايد اللي ذكرتها لحضرتك دي موجودة في تعديل القانون اللي تقدمت به النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقات شباب الحزاب والسياسين وهي حالية موجودة في البرلمان والإجراءات التنفيذية اللي احنا بتكلم عنها ان يبقى فيه عجلة سرعة لأن الإجراءات التنفيذية دي تصدر من الجهة التنفيذية فاحنا بنقول الرقمنة أو اللي هي سرعة الإجراءات أو اللي هي عملية اللي هو الانتقال لو ثبت ان فيه عدم أهلية للولي على المال يبقى فيه سرعة فيه الإجراءات اللي بتنقل الولاية من هذا الشخص اللي فقد الأهلية إلى شخص آخر دمنا لحقوق الطفل دي كلها إجراءات تنفيذية دي سؤالي يعني ما كانش الأمور كلها ماشية في سياق واحد وهو انتقال الولاية أو الوصاية بقى لشخص آخر غير الأم يعني فيه مواضيع أخرى تم إثارتها في هذا الموضوع كلها كالإجراءات المتعلقة بزي ما قلت لحضرتك بفلسفة أننا يعنينا في النهاية مصلحة القاصر مصلحة القاصر بتطلب إليها إحنا بنقول يعني من ضمن الحاجات أن فيه سلطة تقديرية ليس لها دوابط لدى الخبراء لما بيجيوا يقدموا الطلب اللي مطلوب بالمال أنا عندي زي ما بيقول لحضرتك مصاريف دراسية وأمور معتادة وفيه عندنا في المجتمع المصري فوارئ اجتماعية يعني في حد الإمكانيات بتاعته تسمح وإمكانيات متوسطة وكذلك طب فأنا مثلا لما يكون عندي طفل إمكانياته المادية تسمح بأنه مثلا يجيب يشترك فيه عندها رياضية أو كاس وتخضع هذه سلطة الصرف لهذه المبالغ عايز متطلب من المتطلبات اللي مناسبة لأقرانه والبيئة المحيطة بيسوى في مدرسته أو في المكان اللي بيسكن فيه أو في النازل اللي بيرتاده لعبة معينة أو شيء يعمل على تنواته علشان ما زيتش اليتيم يؤتم فإن أنا هو يتيم بسبب فقد والده وكمان هو والده موجود كان بيعمله هذه الأشياء فليه أنا بعد ما والده توفى بحرمه منها أنا بحافظ على حقوق الطفل وبحافظ على أموال القصر فكان الموضوع ده بالنسبة لنا مهم جدا وأعتقد إن شاء الله بإذن الله إن كافة التوصيات اللي صدرت عن جلسة الوصاية وكافة اللي هي الموضوعات اللي ترحت في الحوار الوطني إن شاء الله بإذن الله هترفع إلى السيدة الرئيسة عن فتاح السيسي علشان زي ما قلنا لإما تأخذ المصاري التشريعي أو الإجراءات التنفيذية عشان كده دايما بنقول إن فرصة الحوار الوطني هي فرصة ذهبية لكل الأطيوف يعني وإحنا كتنصيقية سعداء جدا بهذه المشاركة لأن إحنا عكفنا على دراسة كل الأوراق والمحاور اللي إحنا بنشارك فيها يعني إحنا مش بنشتغل بفكرة إن إحنا في نفس اليوم أو قبلها بعشر تياني إحنا بقالنا سنة وأكثر منذ إعلان الحوار الوطني وإحنا بننعد الأوراق في كافة المجالات يمكن وده الدور اللي الدولة رهنت عليه لما تم الرهان على مجموعة من الشباب إنهم يعملوا حاجة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يبقى فيه إعداد مسبق لعدد كبير من مشروعات القوانين يبقى فيه تجهيز بقى أوراق يبقى أشدخل كده إيه اللي امتحان وأنا مش بذاكر حي صح؟ اكيد ارتبطا بموضوع الحلقة النهاردة لسه زيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نورتينا وشرفتينا شكرا لجودك شكرا لك يا أستاذ أمان